أعلنت رئاسة المصرية أن مجلس الدفاع الوطني وافق على تمديد المشاركة في التحالف العسكرية الذي تقوده السعودية في اليمن لمدة عام إضافي واجتمع المجلس اليوم برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارك فيه لأول مرة علي عبد العالى رئيس البرلمان الجديد وقالت رئاسة في بيانها أنه تم تمديد مشاركة العناصر الأزمة من القوات المسلحة المصرية في المهمة القتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي في منطقة الخليج والبحر الأحمر وباب المندب وذلك لمدة عام إضافية ولحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أكرب